أتى الساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة تواصل العمل على تحسين الخدمات والمرافق بشكل أكبر وخلال مشاركته في مأدوبة إفطار الأسرة المصرية بالأسمرات أشار الرئيس السيسي إلى عمل الدولة على إنشاء مشروعات جديدة لخلق فرص عمل للشباب لفتان إلى أن سوق العمل تتطلب توفير مليون فرصة عمل سنويا وخلال مشاركته في مأدوبة إفطار الأسرة المصرية أدار الرئيس السيسي حوارا مفتوحا مع المواطنين بمدينة الأسمرات كما تفقد الرئيس السيسي معرض الأسر المنتجة بمدينة الأسمرات ووعد بتوفير كل الماكينات أو المعدات التي تحتاجها الأسر المنتجة وخلال تفقده المعرض اطمأنها الرئيس السيسي على أحوال المواطنين كما أجرى حوارا مع عدد من المشاركين في المعرض واطمأن على أوضاعهم بالمساكن الجديدة شنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة وأفدت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت مواقع في حي الزيتون وأخرى جنوب غربي القطاع وفي الشمال أيضا من جانبه زعم الجيش الإسرائيلي أن سفرات الإنذار دوت في مناطق إسرائيلية قريبة من قطاع غزة في أعقاب ضربات جوية إسرائيلية أعلنت الأمم المتحدة أن ناقلة عملاقة مخصصة لإزالة النفط من سفينة جانحة قبلة السواحل اليمنية أبحرت من الصين في طريقها إلى اليمن وصفة ذلك بالخطوة المهمة في جهود منع حدوث تسرب كبير وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائية قد اشترى في مارسة ناقلة نوتيكا لإزالة أكثر من مليون برميل نفط من سفينة الجانحة صافر وقد شكل ذلك خطوة غير عادية اتخذتها المنظمة الأممية ولاقت ترحيبا باعتبارها تقدما كبيرا في الجهود المبذولة لتجنب تسرب نفطي كارثي محتمل قالت كندا أنها ستنشر طائرة عسكرية في اليابان لدعم تنفيذ عقوبات مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية وأعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناندا عن نشر طائرة سي بي إن سي بي 140 أورا التابعة للسلاح الجوي الملكي الكندية وقالت الحكومة الكندية إن الطائرة ستراقب لمدة ستة أسابيع تقريبا الأنشطة البحرية للتهرب من العقوبات المشتبه بها خاصة عملية نقل الوقود والسلع الأخرى التي يحضرها مجلس الأمن من سفينة إلى أخرى هذا وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات من الأمم المتحدة منذ عام 2006 وذلك بسبب برنامجها النووي والصاروخية شارك وفدنا من تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الخيمة الرمضانية السياسية لحزب الشعب الجمهورية والتي أقيمت بمقر الحزب لمناقشة عدد من ملافات المحور المجتمعي للحوار الوطني وأعرب وفد التنصيقية عن سعادتهم بالمشاركة في الخيمة الرمضانية السياسية للحزب متمنين اختيار الحزب لموضوعات المحور المجتمعي أحد محاور الحوار الوطني ويهدف اللقاء لتلاقي الأفكار والمقترحات بين الأحزاب السياسية للخروج بنتائج إيجابية للحوار الوطني وكذلك ما تصل إليه اللجان من حلول ومقترحات ومخرجات ملموسة لحل المشكلات والتحديات التي يعاني منها المواطن صلت موقع جلوبال ديزاين نيوز العالمية الضوء على التطورات التي تشهدها عزبة خيرالة بالقاهرة وذلك بهدف خلق بيئة آمنة لسكان وبحسب تقرير نشره الموقع فإن مشروع تطوير المنطقة حولها إلى بيئة نابضة بالحياة لفتا إلى أنه بعد نجاح مركز دوار العزبة الثقافي تم إطلاق تجديد حضرية في قلب عزبة خيرالة في إطار عملية جادة للمشاركة المجتمعية لخلق بيئة آمنة وإدخال الابتكارات الحضرية التي يمكن أن تعزز نوعية حياة المواطن مشاهدين انتهى موجز التساع ونعود لاستكمال الباقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل